السلام عليكم كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد ووصفة جديدة الفيديو دي اليوم ان شاء الله هنشارك معاكم محنشة هماوية غزالة دي المناسبات لدة رائعة والمنظر كيف ما كتشوفو رائع سهلة في التحضير ولديدة بزف بزف ضروري ما كتكون حاضرة في المناسبات المغربية وفيها بزف طرق وفيها بزف الأنواع نشارك معاكم من نوع من الأنواع دياله وان شاء الله في فيديوهات اخرى نحاول نشارك معاكم وصفات اخرى دي المحنشة نبدو على براكتي الله المقادر او المكونات اللي غنحتاجوا لمحنشة دي اليوم عندي كيلو ديال لوز مسلوق ومفسخ بهذا الشكل هذا مسكيلو ديال لوز مفسخ ومقلي في الزيت 150 جران ديال السكر سنيدة 50 جران د الزبدة معلقة صغيرة ديال القرفة شوية القوزة على طرف المعلقة وشوية ديال مسكة الحرة مدقوقة بهذا الشكل هذا ومعلقة كبيرة ديال المزهر او جوشك القطارات ديال الروح ديال الزهر اول حاجة غادي نطحنو اللوز بسكر سنيدة حتى نردوه معلق بحل غنخدمو الكعبة كعبة غزال وبنفس الشكل غناخدو اللوز المقلي وغادي نطحنوهم زيان حتى نردوه بخالينة بهذا الشكل هذا كيتستحن بكل سهولة نطحنوهم زيان تيتعلق اللوز للمسلوق واللوز المقلي حتى نطحنوهم زيان حتى يخرج الزيس ديالوقي واللي بخالينة عادي نبدأ نخلط المكونات زيالي بهذا الشكل هذا ندير اللوز بخالينة فوق اللوز المسلوق العقدات ديال اللوز الريحة كتكون رائعة واللي الضغ غزالة البخالينة مع المسكة الحرة كيجي واحد المضاق اللي هو رائع بزف بزف نديرو المزهر القوزة والقرفة والمسكة الحرة والزبدة من الاحسن نديروها هكا ما ندوبوهاش تكون على درجة حرة المطبخ ضغيه كتتندمج مع العناصر وضغيه كتتخدم نخدمها مزيان مزيان يعني نخدم هاد المكونات مع بعدياتهم بكل حماس بحل عقدة اللوز او بحل يعني غندمج العناصر مع بعدياتهم وصفة سهلة وضغيه كتتحضر والبنة رائعة كتجي واحد لده خطيرة نبقى نخدم بنفس الطريقة مزيان حسنا ندمجهم مع بعدياتهم ونبقى منين نهزها في ديه حسنا ندوز مباشرة نخدم المحنشة ديالي ناخد الورقة طبعا ديال بسطيلة بهذا الشكل هذا نستفل وريقات ديالي سواء كانت دائرية الورقة او كاري لكنت دائرية كنقطعها اعلى النصف وكنستفل وحده 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 بهذا الشكل هذا سوف ندير على حسب الكمية ديال الورقة اللي غادي نشوف أنا المساحة اللي عندي هي هادي فادرت الورقة بهذا الشكل ووقيت كنصيب ليبودة ديال اللوز بهذا الطريقة هادي بردغيه كيندمجو تبقى يتصيب بالكمية بالكمية غيب شوية على حساب يده كتمسكيهم مع بعدياتهم بحيث يبقى وشادين مع بعدياتهم مزيان وتبقى يتلسقي دوارات او حقا اللوز مع بعدياتهم بعد ما اندير صف كامل ديال اللوز كيتسخدم بكل سهولة كيف ما شفته اندهن بالزيت بهذا الشكل هذا مندهنش بزاف غير شوية كي حافظ على القرمشة ديال الورقة وفي نفس الوقت حنتش مشي بحل ديال مغريب شوية غليضة هاد الورقة فك نفضل ندير لها الزيت كي حافظ على القرمشة وفي نفس الوقت الزبدة كي نفلا فخص ما كنحاول مندهنش تاني بزبدة دابا غا ديال عمليات ديال انا بداو نلويوا بهذا الشكل هذا دارة سهلة كنخدم بشوية كيف ما كتشوفو ما كنزربش بوش ما يتهررش لي الوبودة حنتش كيف ما شفتوا راني لصقت اللوز مع بعدياتهم صراحة أنا كتعجبني هاد الورقة ما كتتقطع متاش حاجة ديفوا الوحيد اللي فيها هو شوية غليضة ما حصل بناء الجيدة ما ماشي البناء ديال هزوينة صراحة نحاول ما تتهررش لي الوز مخصوش يتهررس وانا كلوي وانا كلصا كيف ما كتشوفو انبدا دابا بكل سهولة ندير المحنشة ديالي بهذا الشكل هذا يعني سنكمل المحنشة الدائرة كاملة وانا كلصا كيف ما شوفو معايا درس الورقة بنفس الشكل آخر سنبقى نعود نصيب المحنشة ديالي بهذا الشكل هذا يعني سنكمل المحنشة الدائرة كاملة وحتيبنا في الطريقة نبدلوها بشوية نكون ملصق اللوز مزيان مع بعدياتهم يعني لبودان يكون لاصقين مزيان اللوز وانا كن ندور وانا كن لصق في الورقة مع اللوز ولكن بشوية ديما كن بقوا بشوية باش مقد تهررش لينا اللوز اللي لداخل كي بقوا من متماسكين وملاسقين مع بعدياتهم دابا ناخد المحنشة اللي سيبت من قبل ونحاول بحلل لصقها شوية مع بعدياتهم كنتمنى تكون واضحة عندكم الصورة وراس ساهلة بزاف كيف ما شفته ما درت شلوز من الطرف ديال الورقة يعني خليت واحد ليس باس خاوي وفي نفس الوقت باش لصقهم مع بعدياتهم ركت جي ساهلة بزاف بزاف كنتمنى تكون واضحة الصورة رساهلة بزاف بزاف غديم بقى ندور بنفس الطريقة وانحتاجها نبان وناخد الورقة ونستفها بنفس الطريقة وبنفس الشكل ونكمل الكيميا ديال اللوز اللي عندي بالنسبة لكيميا ديال اللوز تقدروا تديروا غير محنشا هكا متوسطة يعني ماشي بالضرورة تكون كبيرة تديروا غير محنشا متوسطة تايا كتجي سبينا على حسب الكميا ديال اللوز اللي عندكم كتجي واحد الحشوة ديال اللوز اللي هي الديدة ورائعة هدي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل اللوز اللي عندي كيف ما قلت لكم كامل الكيميا اللي عندي حاولتنا ندير معاكم تقريبا قاع المراحل ديال اللوز 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 كامل وحتكملتها هديك القياس اللخر اللي بقال هي في المحنشا خليته خاوي ما فيه لالوز لوالو ونسقتو مل تحت بكل سهولة غير حطيتو مل تحت بكل سهولة فلسق بسهولة درتها في اللاطا او الإناء اللي هندخلوا الفران بهذا الشكل هذا درت صغير ورين محنشا تصغير ورين باش ذو وقت ان شاء الله هنشارك معاكم حشوة اخرى ونديروا محنشا تصغير ورين كي يجيوا رائعين المناسبات تحتهما والأعياد كتجيب هاد الشكل هادا كيف ما شفتو دهنت شوية بالزيت وغادي نخليها مدة طويلة ترتاح عاد غادي نطيبها بغيت تخليها حتى ليلة كاملة كتبات ماشي مشكل على حساب مهم كترتاح ما كتطيبهاش في البلاسة على درجة الحرارة 180 بشوية عليها الطيب بهذا الشكل هذا كنناخدو العسل وكنسقيوها العسل خصو يكون بارد غير كتخرج من الفران كنسقيوها بهذا الشكل هذا مزيان كنسقيو المحنشا ضروري مهمة هاد المرحلة تسقيو المحنشا مزيان ركا تشرب وكتجي رائعة كلما شربات العسل فهم زيان من الداخل كتكون زوينة كنسقيوها تشرب العسل على خاطرها تاخد راحتها في العسل يعني كنسقيوها بالعسل في البلاسة اللي طابس فيها نقدروا نديرو الموس بهذا الشكل هادا باش يدخل العسل ومن بعد كنديروها في طبق التقديم وكنزينوها باش ما بغينا هناي انا زينت هكي تمقلك لكم بلمحنشات صغيرين اللي صيب صغير كا زين وصافي ودرت اللوز كونكاسي محمر شوية في الفران وزوقتها بالورد الفيلالي طبعا كتجي زوينة وهموية رائعة على الصراحة نفس الحشوات ديال اللوز بنفس الطريقة تقدروا تديري محنشات صغيرين تقدروا تديري محنشات اللي كتقطعوا كتجي لديدة وساهلين في التحضير يعني ماشي الضروري تقدميها بهذا الشكل هادا وان شاء الله كيف ما قلكيكم انشارك معاكم حشوات ديال محنشات اللي هما رائعين وساهلين كينين ينطبر كلها انواع وانواع ديال محنشة وبطرق مختلفة كتجيب هاد الشكل هادا لمحنشة ديالنا غزالة رائعة وهموية كنتمنى تكون عجباتكم وكنتمنى تكون الوصفة والطريقة عجباتكم والفيديو عجبكم شكرا لكم بزاف ما تنسوش الى عجبكم الفيديو وبرتجيوه مع احبابكم واصحابكم وما تنسوش تخليوا ليه اللي لايك ديالكم شكرا لكم بزاف وانطلقوا ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد بسلام عليكم اشتركوا في القناة